أولا الأخ الصديق الأستاذ غالب يعني ظاهر التبس عند الأمر لأنه لم يقل الشيخ الأمين أنه لا توجد تهديدات لا قال كذب هو قال هناك طرف هاي قدامي التغريدة بعد ثبوت أن كل ما أشيع يعني كل شيء الذي تمت إشاعته حول صدور تهديدات لأطراف سياسية هي عبارة عن محاولة خبيثة قامت بها أحد الشخصيات السياسية المعروفة بعلاقتها الخارجية الخبيثة حيث قامت بنقل تهديد وكان الهدف من هذا الكذب وأكد على أنه هذا الكذب هو إيقاع الفتنة شيعيا فبالتالي لا يوجد تهديد ثم نحن نتساءل وهذا سؤال واقعي ومنطقي من هدد يا سماحة السيد من هددك نحن كلنا حقيقة نقف بجانبك ومستعدين أن نضحي لك لكن يجب أن يقدم دليل قولوا لنا من هدد هذا الطرف حتى نعرف إن هذه قضية قضية أمن وطني قضية فتنة من الذي يدد بهذه الطبول وحدد أن هناك طرف من أطراف سياسية هو من نقل هذا التهديد الكاذب وعلينا أن نكشف اسمه ونعرف عنوانه ورسمه فبالتالي هذه من هو؟ يعني ليست وعرفت هو من يهدد يعني والله هو معرف بس يحتاج أن نتأكد بعد أن نتأكد سوف يعرى ويعرى بالإسم ونقول لنا فلان هذا الكاذب المدلس الخبيث الذي يريد أن يحدث فتنة داخل البيت الشيعي ويشق الصف هو الذي قام بهذا النقل حتى السفير القطري تبرأ قبل قليل صرح قال أنا لا ناقل ولا لعلاقة ما لعلاقة السفير القطري بالموضوع؟ ولا قلت يعني ماكو شيء يخفى على أساس أنه الرسالة جاية عن طريق السفير القطري لشخصية سياسية في أحدى التحالفات الثلاثية وهو قام بنقلها إلى السيد مقتدى الصدر زيان شنو هذه الرسالة اللي نقلها المفروض اللي نقلها السفير القطري؟ على أساس أكو التهديد أنا أريد أسأل هنا من اللي يهدد؟ أخوتك أبناء أبناء مذهبك يهددوك مثلا مستحيل من يهدد؟ يعني جمهورية الإسلامية اللي كان بها سماحة السيد مقتدى الصدر لفترة طويلة إذا كان للدرس أو إذا كان الحفاظ على حياته خصوصا في فترة من الفترات كانت هناك فتن ومحن على العراق ويراد من هذا الأمر خلط الأوراق واختلاق فتنة وهذا واضح وصريح الكل يقول كل القادة الإطار التنسيقي الشيعي والآن قبل أن ندخل البرنامج أيضا السيد الحاج المالك أبو سراء همغرد قال نحن نتضامن وعلينا أن نعرف من هدد هذا الطرف السياسي اللي هو يعني أخونا وجزء من عدنا شلون نقبل أن يهدد لكن تعرف هذا عالم السياسي للأسف الشديد ساد حيدا ساد حيدا مرحلة من المراحل ساد حيدا للايضاح بس للايضاح يعني هنا تغريدة السيد مقتدى الصدر اللي بداها بإهزوجه هذه كانت بناء على نقل معلومة من طرف حليف نعم هكذا نقل وهكذا بيّن الشيخ واضحة تغريدة الشيخ قيس الخزعلي لم يغرد شيئا ولم يقول شيئا من فراغ إلا وأن يتمكن من المعلومة ويكون متيقن بعد ذلك يتحدث هذه هي رسالة رسالة لهذا الحليف الخبيث الذي يريد أن يحدث فتنة بأنك خاب سعيك وهذا أولا الأمر الآخر أنه يا سماحة سيد مقتدى الصدر إحنا أخوتك وأنت أخونا يعني ما ممكن أنه أحد نقبل أن تهدد وإحنا نسكت كنا نكون لك دروعا بشري فهذا واقع حال لكن من يريد أن يثير هذه الفتنة عليه أن يكشف حسن سمحت السيد يكشفه سمحت الشيخ أيضا خزعلي كشف جزء منه يحتاج أن يعرى لأن هذه المرحلة بعد أن توصل هذا الطرف السياسي إلى أنه خسران وخاسئ ولا يمكن له أن يمضي إلى النهاية بدأ يحاول أن يثير الفتنة ويؤجج هذه القضية ويذهب بنقل هذه القضية إلى سماحة السيد ويقول أكو تهديد وأكو كذا حسن بعد دور دور الطرفين دور الأخوة في التيار أن يكشفوا هذا الطرف وأن يكشف سماحة السيد عن هذا الطرف وكذلك دور الأطراف السياسية الأخرى اللي يداخل هذا البناء الأساسي الرئيسي أن تقول لفلان أنت من قمت بهذا النقل أما أن تأتينا بدليل وحتى دور طرف دولهم بها بالمناسبة يعني مو طرف بس الداخلي اللي ينقل أنه هناك طرف دولي يهدد السيد مقتدى الصدر أيضا يستطيع أن يقاضي وأن يحاسب هذا الطرف السياسي اللي ينقله اشتركوا في القناة